السلام عليكم وعملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير يا رب كلامنا النهاردة في الهواية او في قناة كلام في الهواية عن حاجة على طول بسمحة اليومين دول ان الهواية ابتدت تشتغل في تربية الكوكتيل والكوكتيل مش شغال معهم او الكوكتيل بيجيب بيد مش مخصب او مفيش بيد خالص طيب هنعمل ايه واحنا خلاص الموسم ابتدى معانا طيب احنا هنبيع ولا هننصرف ازاي لا طبعا تبيع ايه الاسعار كوكتيل زي ما انتم شايفين في ارتفاع زي الساروخ فلا مش هنبيع ولا هنفرط في حاجتنا حاجات بسيطة قوي هنستخدمها مع طيورنا ان شاء الله هتفيدهم جدا جدا ومش هتبقى غالية علينا يعني مش هنتفع فيها كتير وهتشغل الطيور دي وانا قلبي والله مع الهواي اللي باعوا وصفوا طيورهم يعني انا حسة بهم اليومين دول بيقولوا ايه يا ريتهم ما باعوا والله بجد انا كتبت كتير على المنتدى يا جماعة مدبعوش يا جماعة اهدو يا جماعة عصبرو الهواية يا جماعة عايزة تنت البال الهواية عايزة صبر الهواية عايزة تحط شوية من جيبك وتستحمل شويتين 13 عشان تبتدي طيور دي تديك طول ما انت بتدي طيور طول ما هي بتديك احيانا بنادي الطيور اكتر ما بتدينا بس باردو بترجع تدينا تاني فنخلي بالنا من الحكاية دي ونطول بالنا ونمسك على الطيور بتاعتنا كويس اوي وما نفردش فيها دلوقتي يعني المعروض قليل اوي اوي بسبب الناس اللي صفت والكلام ده كله فالاسعار ابتدت تزيد والهواية اللي عايزة تلم طيورها من اول وجديد وتعمل مزارع من اول وجديد ابتدوا يجيبوا الطيور بغالي جدا جدا القص دلوقتي وصل القص الشغال تقريبا وصل 1000 جنيه جماعة فانتو متخيلين اللي احنا وصلنا لي ايه هو الحمد لله اللي مسك على الهواية بتاعته ومسك على طيوره ابتدى يزبط حير معلش انا لكيت عليكو في اول الفيديو هنيجي للوجبة اللي هتقدمها لطيورك اللي ما هي الشغالة او اللي هي البيض غير مكصب وجبة سهلة جدا ومش هكلفك كتير ولكن لازم تلتزم بكل كلمة هقولها دلوقتي لو انت فعلا عايز الطيور عندك تشتغل الوجبة سهلة جدا جدا وفعلا بجد والله مش هتكلف كتير اول حاجة الوجبة كده دي مكوناتها ايه بالزبط دي مكوناتها بيت جبت عدد بقى من البيض اللي انتو كل قص عندكو بياخد ربع بيضة يعني لو عندك قص واحد هيبقى ربع بيضة ماسلوقة من امبارح قبلها بيوم ومتشالة في التلاجة وبعدين بتاخدها تاني يوم تطحنها هرجعلكو تاني المكونات بقى بس هتكلم عن الاضافات الاضافات اللي لازم متسبهاش ولازم تضيفها هي دلوقتي اللي هو موجودة دلوقتي ده عدم السبيت المطحون ده بواقي عدم السبيت اللي عندي بغضو بطحنه وبحط عليه بيض مطحون بطحن برضو اشر البيض اشر البيض ليش البيض المطحون اشر البيض وبحط عليه شوية ملح لان انا اه بعمل الملح بيوضع هنا كمادة حافظة كسنائف وصفات السوديوم لو كمان ان انا عشان ازود عدد البيض وطبعا عندي فيديو في القناة عن سنائف وصفات السوديوم ازاي با اه باستخدمه لزيادة عدد البيض وتشغيل النتيجات اللي مش شغالة فالعلبة دي مهمة جدا جدا ان هي تبقى موجودة عندكم وانا قلت لكم تفاصيلها وفي تفاصيل تانية عن عيلة بتانية تلع لكم في حرف الاي فوق يا جماعة فوق بصوا فوق كده هتلاقوا حرف مكتوب اي وفي جنبه فيديو ده بتتركوا عليه تضغطوا عليه بيظهر الفيديو بس بعد ما بتشوفوا الفيديو الاساسي طيب العلبة التانية دي كان فيها ايه العلبة التانية دي كان فيها شوفان او الخرطال مطحون عليه اه ورق الغار اللي هي ورق اللورة او ورق اللوري وهنا اساسي ان انا حط ورق الغار او ورق اللوري ولازم اطحنوا وهتقولولي ايه فوائد ورق الغار او اللوري هقول لكم في حرف الاي فوق هيفلع الفيديو عن فوائد آآ ورق الغار او اللورة للطيور وكمان العلبة دي كان فيها برضو شوية ملح خفاف جدا وكان عليها شوية توم بودر خفاف جدا وكان كمان عليها جنين الامح وده اساسي اساسي ان انت تستخدمه مع طيور بتاعتك وكمان كان عليها بقى هنضيف على الوجبة مكانش على العلبة رشة من الجنزبيل وهنا ان احنا هنشتغل به الجنزبيل المرة دي مع الطيور لان اساسي اوي اوي ان انت تشتغل مع الطيور بتاعتك لو فيه تريحة من البيت او فيه آآ البيت غير مخصب لازم هنشتغل به الجنزبيل الوجبة كان لازم يكون فيها الجزر الجزر بشتغل برضو معي كمحفز طبيعي للطيور محفز جنسي طبيعي للطيور حلوة جدا جدا لسبغات الطيور في مواد جوة الجزر بتبقى مهمة جدا لحماية الطيور والكبد التاحة لان برضو الطيور عندنا ممكن تتأثر بقلة بالبيت لو اللي هو الكبد تعبان وكمان عايزة نبيه كل حاجة لازم تهتموا جدا جدا بجرعة اديدان كل اربعين يوم لان ممكن اديدان تكون سبب اساسي في قلة التقصيب وفي النتايات ما تكون شغالة وفيها يتلعلكوا برضو في حرف الاي مواد طبيعية هتقدي تماما على الديدان استخدموها هتبقى حلوة جدا الوجبة دي برضو كان عليها شوية عيش كن يعني قديم عندي بس مش معلوش في الماتريات باخده اطحانه طحنة حلوة كسر كده خفيف وبقدمه هنا كده يبقى انا قدمت كمان قمح وقدمت درة وقدمت آآ اللي هي بكتيريا طبيعية اللي هي لكتلفورت طبيعية مع البيت مع الجنزبيل آآ مع عايزين تضيفوا بقى حبت مسلا آآ آآ رش الكمون خفيفة ضيفوا بس انا الوجبة دي للطيور اللي مش شغالة تمام ولوين انا عندي الطيور الله الحمد والحمد لله رب ان الطيوري عندي شغالة بس انا برضو بقى قدمتها لا لا ربما الطيور الجديدة اللي انا لسه آآ مولفها على بعد تكون عندها التخصيب شوية مش شغال مريحة شوية فيتحفز وبالمرة انتو تشوفوا البيت كمان هقدم مشروب لازم يتقدم مع الوجبة دي او لو عايزين تقدموا الوجبة في يوم والمشروب في يوم اوكي بس ركزوا في المشروب لان المشروب ده مهم جدا جدا مفعال رهيب جدا في التخصيب وفي زيادة الانتاج وبيعالج كمان اللي هي التيور اللي هي مش شغالة او التيور المريحة في السكن المشروب ده عبارة عن ايه هنجيب من عند العطار يكون عطار كبير كده هتقول له عايز اطحن بخمسة جنيه خولنجين اللي ما يعافش الخولنجين هو ايه هتلع لك في حرف الاي فوق هو اه يعني ايه و بنستخدمه ازاي تمام كده هاخد ربع معلقة ممسوحة من المسحوق الخولنجان المطفون ده وهحطه على ربع لتر مية بالنسبة للتو هضيف عليه اضافة كمان لازم هضيفها على الخولنجان وهي ربع معلقة ممسوحة على الربع لتر ده من الجنزبيل انا هنا استخدمت الجنزبيل البودر حد هيتطلع بقى يقولي طب ممكن استخدم الجنزبيل الفرش طبعا استخدم الجنزبيل الفرش بس خد بالك من حاجة ان الجنزبيل الفرش هتبقى اسفل قطعة فيها اه 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 الياف فالالياف مش هتدوب ومش هتستجيب للمية اللي انت هتحطها فيها فاتاخد وقت طويل قوي عشان تطلع المادة النفاذة او المادة الفعالة جوه القطعة دي فاحنا هنستسهل الكلام اما هتاخد القطعة لو هتحطها فرش هتضربها مع شوية مية في الخلاط كده هتتفتت طبعا ودوب هتطلع المادة الفعالة فيها وهتضفها لربع اللتر اللي احنا حطين عليه اللي هو الخلونجين طب لو انا هستخدم البودر هاخد ربع معلقة شاي صغيرة معلقة الشاي اللي بنستخدمها ربعها ممسوح وهضفها على المية دي اللي هي فيها الخلونجين هسيبهم بس عشر دقايق ياخدوا ويدوا مع بعض كده هكون انا يعني يستحسن تكونوا رفعين المزائي من قبلها بالليل عشان الطيور تشرب بس اخد بالك ما تحطش المزائي وقت ما الاصوص دي بتاكل لان هتبقى عطشانة هتسيب الاكل وتروح تملأ الحويصلة من المية اه هي فيها فايدة بس انا عايزها هتاخد من الاتنين تاخد من الاكل فايدته وتاخد من المية فايدتها فحط المية او حطوا المزائي بعد المسائي بعد ما تبقوا العصافير عندك وكلت هتنزل بقى عالمية وتشرب وتبقى كده ميت فل وعملت معاهم انت شغل فعلا دماغ رايقة ومركزة كده مع طيوري الهوية جماعة عايزة صبر الهوية عايزة طولك بال الطيور اللي مش بتنتجه تكون لسه جايبها ما تستعجبش انها ما انتجتش لانها لسه ما خدتش على المكان عندك انت نفسك لو نقلت من مكان لمكان او غيرت بعض العادات اللي عندك اللي متعود عليها لازم لازم هتاخد وقت عشان تتأقلم فاصبروا شوي على الطيور اللي لو كنتوا لسه جايبين طيور جديدة او لسه مغيرين ازواج جديدة موالفين ازواج جديدة او نقلين الطيور دي من مكان لمكان حتى عندك في غرفة التربية الكوكتيل جماعة قلوق جدا 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 فاللي عايز ينتج من الكوكتيل يكون عنده طولة بال ملاحظ كل حاجة في الكوكتيل مراعي كويس جدا ما يستعجلهوش ما تستعجلوش هينتج ان شاء الله الحاجات اللي بنقدمها دي قوية جدا جدا للطيور هنيجي بقى حدا يقول لي طب انت ما قلتش الجرعة قد ايه من المشروب الجرعة لو الطيور عندك عطلانة ومش شغالة هتحط دي في المشروب ده مرتين يعني في الاسبوع هتضيفه مرتين ورا بعده هتريح بقى الاسبوع وهتشتغل الاسبوع التاني بنفس الطريقة وان شاء الله قبل الاسبوع التاني ده ما هيجي بامر الله هكون الطيور عندك اشتغلت ان شاء الله فايبقى الطيور اللي عندي اللي شغالة وصحتها بسم الله ما شاء الله والكلام ده كله قدموا مرة واحدة بس كل خمستاشر يوم هيبقى زي الفل هيساعد على استمرارية الانتاج سواء المشروب سواء الاضافات اللي ضفناها على الوجبة اللي اتنين حلوين ماشروها بنفس الطريقة اللي انا بقول لكم عليك بس تكير او خدوا بالكم من حاجة الوجبة بالاضافات دي ما اضفوهاش ليه طيور معاها زغليلة جماعة خلي بالكم او طيور خلاص بيضة نخلي بالنا من النقطة دي لان دي فيها محفزات كتيرة فيها حاجات مقوية كمان فيها مقوية كمان فهتخلي الطيور زايفة جدا جدا وعايزة تنتج وعايزة تتكاثر والكلام ده كله فانت هتبقى بتقزي النتاية اللي بيضة وهتقزي الزغليل اللي هي لسه فأسة وبتاكل والكلام ده كله فمش هندي حاجة فيها الخلنجان والجنزبيل بالسبوط العالي دوت ليه الحاجات اللي شغالة برضو مش هندي الجنزبيل نخلي بالنا واحنا بنستخدمه القطرته كتير هتعمل تهابات في الحويصلة وهتعمل مشاكل كتيرة للطيور الجنزبيل حلو جدا جدا كمان هشتغل مع بقى الطيور في تغيرات الجو اللي احنا موجودين فيها دي هايزبط شوية لو فيه شوية برد لو فيه شوية حشراجة لو فيه دي تنفس هايزبط الدنيا بالنسبة الزرع اللي انا كنت بشاول لكم عليه دلوقتي انا هنا كنت احطى الزرع بس اخدوا بالكم من حاجة ان فيه بعض الزروع اللي بنحط بيبقى عليها بتبقى فيها مواد سامة ممكن تقز الشور فانا هشيل دلوقتي الزرع ده لانا كنت بحطها بس عشان عايزة اشاعة معينة من خلال اليوم توصلوا فانا الحمد لله اتحصلت عليها وهنا انا بقول لكم هنا الحمد لله رب العالمين الاصوص اللي انا ضفتها جديد من عندي برضو الحمد لله يعني ولفتهم على بعض والحمد لله في منهم وهو خلاص البيت فقس الحمد لله رب العالمين ربنا يرزق الجميع وفيه كمان لسه اه يعني القصوص تانية ابتدت تدخل العشوش ولله الحمد جربوا كل اللي انا بقول لكم عليه صدقوني مش هتندموا على اي حاجة من دي اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو بتاني ترجمة نانسي قنقر